بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب يا حلوين جيناكم في باتش نوت 7.5 .7.11 هذا يندل على شي فإنما دل على أني صاحي ومركز ومنتبئ يعني طائفين كيف الباتش نوتس هذا باتش الجنغلرز خلينا نقوله تعديلات مرة كثيرة على الجنغلرز على أساس يبقى يسوه يبقى يخلوا الجنغل كده شي حي زيادة يعني الفترة اللي فاتت كلها والباتشات اللي فاتت كلها حوالي 6 شهور و 7 شهور اللي فاتت كلها كان ال الجنغلرز اللي متمكنين إنشائلين اللي هم القانكين جنغلرز ليسن خازك سرينغر وقابلتهم فحاولوا يسوو لها كده مثل الماتش بيحاولوا يحطووهم كم جديدة يسووها بدأوا بريكساي عملو لها طبع اللي ما عارف انه هي هي وحدة هي وحدة ترى عملو لها الريورك الريورك هذا مش قصير يعني مش هين صراحة وحتى تغير طريقة اللعب بها حبتين كان الناس يلعبوها يعني بالذات في الفترة الأخيرة آخر كان كلهم يراحوا سندر هوك انتو شوية تانكي وياخدوا التيتانيك هايدرا امكن تبني لسه تيتانيك هايدرا بس حتنلعب بتيتانيك هايدرا دامج اساسيني أكثر مما انها تكون تانكي حبتين وهذا اللي مخليني شوية ملخبط فيها صراحة ريكسايد لانه اذا تبقوا تلعبها دامج فيه تشامبيونز دامج أحسن منها اذا تبقوا تلعبها تانكي فيه تشامبيونز تانكي أحسن منها حتى بعد التعديل الجديد فما ادري صراحة فين سيكون محلها في كل الحالات الهلث الهلث نقصوه خلوه من تسعين لخمسة وثمانين هذا كل لفل تلفل تاخد خمسة وثمانين هلث زيادة بدل تسعين فهذا نرف على الهلث وهذا اللي بقوله يا شبب شوف منتجين رايحين بيشيلوها شوية من بينج تانكي من انها شوية تكون تانك لانها تصير دامج شوية فنقصوا الهلث حقها ونقصوا الهلث زيادة حقها نهاية الجيم لفل تمنتاش حينقل يعني حيكون هلثة هنقص حوالي ستين ستين ثمانين تسعين حوالي تسعين و يعني مية هلث ما هو قليل صراحة في نهاية الهلث في كل الحالات فيوري هدا الجنريشن حق الباسف حقها حق الفيوري لما تصير كل ما تسوي تجيب خمسة واشرين فيوري ما تغيرت مرة كثير بس تغيرت طريقة الحزب حقها كانت ده حين صارت خمسة واشرين في كل اتاكس يعني ما يفرق سوي اتاكس ولا تسوي تطلع حتجيب حتجيب فيوري زيادة يبوك تعب فيوري أسرع كثير الهلث جنريشن لما تكون نازل تحت الأرض كان من خمسة واشرين لارمعمية وخمسين صار لأشترين لمية وتسعين فالهلث ريجن صار قل مرة كثير الكيو غيروا الموضل حقها كانت ما سولها سولها صراحة الكيو دامج مرة ما اظن يفرق أصلا كان نهائيا فين زراث ايه طاحدة هادي اه هذا لما تفك الكيو حقتها صارت بداية الجيم نفس الدامج سولها نيرف بس زودوا البونوس ريشيو حق الاتاك دامج وهذا برضو بعيد فكرة انو احنا بنقول اني بغاها تنبني شوية دامجي عشان الاتيو حقتها زادت الكيو هي نازلة بورد اه كانت فيها بونوس اتاك دامج ريشيو الدامج تايب كانت تسوي الماجيك صار فيزيكال فاكرين اللي كنا تلعبوها في ايرام وتاخدها فول اي بي عشان تلعب بالكيو حقتها وانت تحت الهوة ما عاد صار ينفع لانه صارت بدل ما تسوي ماجيك دامج تسوي فيزيكال دامج يعني الدامج تايب حق الكيو اه لما تلفلها وتسري عليها ايتمس دامجي تصير الدامج حقها مطابعة طبعا الكيو دامج وانت تحت الهوة وانت جوه الارض مهو مره عالي وانت ايدي وحيبك مهو مره عالي وانت ايدي ام البيس دامج زودو خمسين خمسة وستين اتغير اتفاكرين كان لما يطلع منها يطلع واحد يسوي له نوكب لحاله لحين يسوي نوكب للآدم اللي يضربو لو في حوله احد حيسوي لهم نوكباك حيدفهم يعني لو انت داخل في وسط مجموعة حتطير الآدم اللي انت تحتو واي احد جنبو حيندفع على وراه اوكي وهذا معناه زودو الحقه زودو الدامج حقه زودو الحقه معناه يبغى يعني يعني خلينا اشرح الفكرة فيها لانه انا الى الان مستغرب التعديلات هذه على ركسة غريبة لما يزودو الحقه في حاجة زي كده اما بيقولوا نبغى يدخل في وسط التيمفايت نبغى يصير تانكي ويدخل في وسط التيمفايت عشان يسوي الحركة هذي ويطلع واحد out of position ولما ينضرب ما يموت على طول بس في نفس الوقت زودو كل الاد ريشيوز وحوالو لاد دامجر هذا معناه انه لو هو دخل بالطريقة هذي وانكفش حيموت على طول فحيطلعب اساسا ما فيها كلام اظن اوكي immunity duration 10 seconds at all ranks stop and smell the rose roots هذي صار هو تحت تحت البورو صار يقدر يضرب وتحت الارض اول ما كان يقدر الظاهر لما نضرب كان يطلع دحنه هو تحت الارض الاي الامج بايس حق الاي هذا الي هي العضة اظنها ايو العضة نقصو دامج حقها 80 بابابابابا 50 لتسعين زايت بونوز اتاك دامج برضو مزودو الريشيوز حقه يقولو لك اشتروا عليها ايدي دامج دامج تل دابلد اتدل دا ترو دامج جاءت ماكس فيوري نفس الطريقة لما ماكس فيوري عندك كامل تسوي ليه حيصير ترو دامج بارد اي تانل التانل الكول داون حقهم زودو في بداية الجيم ونقصوه في ليت جيم الري انتري كول داون نقصوها برضو ليت جيم بنفس الطريقة الالتي غيروها كمبليتلي الالتي كانت ايش الفكرة فيها تنتقل من محل لمحل تحين لها الالتي حق الدامج ركس ايس باسفلي ماركس انيمي تشامبيان شي دامج لأس بري فور فايف سكنز لو ضربت اي احد هتحط عليه مارك فوقه والمارك هذا تخليه يصير بالنسبة لك بري ايش يعني بري يعني واحد ابغى اضربه حتيجي عليه مارك في كل الحالات الادم اللي عليه مارك هذا اوكي سار لو ضغط ار على الادم اللي عليه بري ينزل تحت الارض الظاهر انها تنزل تحت الارض وبعدين تروح تنفلي تنقوز عليه زي الالتي حق توروك مشابه الالتي حق تنقوز على واحد وتسوي له استن هذي لا تنقوز عليه يعني او تنزل تحت الارض وبعدين تطلع عليه اوكي وتروح تضربه والدامج اللي يسوي طبعا لما تدخل في الالتي ما حد ما في ولا شي يقدر يوقفها ما في استن يقدر يوقفها ما فيها لو دخلت اوكي وقت الكاست ولا وقت الليب وقت الجمب وقت الدخلة ولا وقت الخرجة في كل الحالات تشير ايميون ما حد يقدر يوقفها زي الالتي حق ت او ما حد يقدر يوقفها زي الالتي حق السايون ما حد يقدر يوقفها الدامج اللي سوي مية ميتين وخمسين وربعمية زايت بونس اتاك دامج زايت تارجت ميسين هلث يعني برضو تنفع على التانكس اوكي والكولدون حقها مية خمسين والرينج 1500 ان الرينج حقها علي ايش معنى الكلام هذا في ركس اي ركس اي صار سيمي اساسن يا شباب شبه اساسن سبه أساسن أساسن صار أضرب واحد حط على البري أستنى بس إلي ما يجي في مجال أدخل سوي الألتي حقتك تنقذ فوقه تسوي فيه دامج ترزع وكف تموت هذا إبريك سائح يصير إنه لو دخلت في وسط التيم فايت مرة سعب تخرج مو زي خازكس ولا زي ولا زي يعني شامبيونز تانين يقدر يدخلوا في تيم فايت ويطلعوا لأنهم يعني خازكس عنده الدبل يو الجمب حقته يدخل يضرب يسوي لا ريسيت يسوي إفقع هذا لو دخل ما يقدر إفقع فلازم وإنت داخل لازم تقتل أحد كندرت برضو سوى لها شاسع مرة كبير أزون التغييرات اللي سوى لها كندرت حيك هتخلي كندرت صراحة مرة أو بيح حاليا لأنه في سولو كيو لتاك دامج جروث زودوه من 1.7 إلى 2.26 يعني سوى له بف الابديت حق الباسيف حقات الباسيف حقاتي كل ما تجمع أربع ستاكات الرينج حقك يزيد زي ترستانة زي جينكس زي تويتش كل أربع ستاكس تجيبها تزود الرينج أول أربع ستاك 75 الرينج بعدين كل أربع ستاكس 25 هذا معناها كل ما جيم طال وكل ما أنت مركز يجيب الستاكس حقتك كل ما يزيد الرينج حقك وهذا هيعطيها أدفانتج هي أصلا الرينج حقك عالفة كنين الشباب وحطت مع الكيو الرينج حقك هيصير أبعد برضو كمان تحين هيصير رينجك أعلى من احتمال تصير أعلى من الأي دي سيز إلى 30 ستاك يعني بالراحة أنت الرينج حقك 550 أبدا أو 540 بالراحة هتوصل 600 إلى 700 ستاك زيك زي أي اي دي سي تعاني الكيو حقتك بعد ما تسويها يجي لك أتاك سبيد والأتاك سبيد يعني حنتكلم عن الكيو بعد شوي هذا اللي أضاف عليها أتاك سبيد نحن كل ستاك زيادة هزيدها لأتاك سبيد 5% الدبلو حقتك يعني أنت تسوي الدامج اللي هو لأنه بايا بايا هزود الدامج كل ما زميها ستاك يعني بيقولولك يا ابني سوي ستاكات انت لعبك هيكون مبنيها ستاكات لو في واحد زي الناس ولا هو عدم فاهم يش يسوي يحاول إبنك تاخد الستاكات حقتك هو اللي هيأخرك الأي نفس الطريقة حقته الـ الـ طبعا دائما نحن نلفل الـ 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 بعدين الـ و للعكس ما أنا فاكر الـ كل حالات الـ الـ بعد ما تسوي الـ يجي لك 10% بعدين زي ما قلنا يا شباب كل ستاك حيكون عندك حزيد 5% يعني 15% 20% 25% 30% و هكذا كل ما زاد الـ حقك كل ما زاد الـ حقك و هادي بالنسبة لنا مشكلة هذا معناها يعني لو تاخد الـ حقك هتوصل الـ ماكس اللي انت تحتاجه مرة بسرعة في القيم بعد كده زودوه من فاصلة اثنين لفاصلة ستة خمسة و الـ و الـ من 400 إلى 500 بعد كده الـ و حقته اللي هي الـ 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 حقها كانت على نفسك أول يعني فاكرت الـ بس تفكها هيطلع الـ الحين انت تحدد فين يحطه بس في حولك في دائرة حولك تحدد ابو أحطه في اليمين قدامي يساري ورايا عشان يطلع في المكان انت تحتاجه الـ تقديل زي الـ واحد ونصر الدامج حقه ذات شوية الـ نقصوها الـ تغير من صارت حقتها مش هذا معناها ما يصير لها طبعا الفكرة في انهم لما نسوي زي كده معناها اظن اظن انو هتلفي للـ اول بعدين تلفي للـ بعدين تلفي للـ اظن بعد كده الـ 8% زي ما قلنا الـ لما نسويها الدامج اللي تسويه 8% من الـ حق الادم اللي قدامك من الـ يعني الادم اللي قدامك الهلث حقه 3000 الماكسيمم حقه او الـ 3000 بس هو بقي له 1000 يحسبها من 3000 ما يحسبها من 1000 دائما لما تسمع في الجيم هذا يقول لك من الرقم الاعلى للهلث حقه هذا الستر الهلث حقه 3000 بس باقي ربع من هلثه ما يحسبها من ربع هلثه الهلث اللي باقي يحسبها من الرقم الاعلى فهذه دائما لما تشوف اي مرة تشوف من 8 تارجت ميسينج هلث سوري ميسينج هذا مش ما هذا مش ماكسيمم هلث ماكسيمم معناها الحياة او الهلث الاعلى الميسينج هلث قد ايه باقي قد ايه تاخذ من الهلث حقه ميسينج ماكسيمم ميسينج كل واحدة لها معنا ميسينج حتسوي دامج 8% من التارجت ميسينج هلث ميسينج معناها اوكي لو هو عنده 3000 وباقي له 1000 يعني اللي راح منه 2000 هياخذ 8% من ال 2000 فهمين كل ما زادت الستاكات زي ما كنا نقصوه عشان السكيلينج صار مرة عالي بزات نهاية الجيمة الريشيو زودوها هذا معناه اظن هيلفل الكيو بعدين هتلفلو الاي بعدين هتلفلو الو الميسايل سبيد زودوها اللي سرعة من من 1600 ل2000 ولو الادم اللي قدامك الهلث حقك هيت حقوه اقل من 15% هتسوي كريت عليه بس الكريت تضرب 50% بونس دامج ثلش غيبا ملزهار بردو سواله عاشر والريورك هذا غير في حاجات مرة ثانية اظن ولو اموري واركزو انهم رجعو لشي قديم بس عدلو فيه شوية تعديلات ال W السوارم المعنى كوست حقها هزاد الكولداون ثمانية سوانية زي ما هو ما الزهر ما الزهر كل ما يسوي يجيله الشارج على طول اول كانت شارج كل شوية هي لما تسوي شي تشرج بعد عشرين ثانية اشي طلع لك ستاك عشان تكير تستخدم المينيونس حقونك ده هي لا كل ما تسوي يفكر لك واحدة ودايما هيكون عندك شارجين يعني تبغى تقبيل شارجات حقاتك سوي اثنين سامنزا بويد لينك بلس نديشنال بويد لينك بير ستاك اف غاثرين سوربس لما تشغل ال اي هينزل ستاك هينزل واحد مينيون وعلى حسب كم شارج عندك كل شارج ينزل ستاك ثاني ينزل واحد مينيون ثاني ملتبليكيشن فيويد لينك شاعلوها الكاس رينج مية وخمسين بذربة 150 زي اسواها قريبة الفويد لينك ستاك ساتي ما هي ضرورية بس انه لازم تعرف انه لحين الشامبين لما يضربوا الفويد لينك حين قتل من ضربة واحدة والتاول لما يضرب الفويد لينك حين قتل من ضربة واحدة مععد زي اول عنده هلث كثير اضربه ضربتين لازم انا كيديسي ولك كشامبين اضربه ضربتين من ثلاثة عشان يموت لا لمسة واحدة يموت. بس تقدر تنزل كتير مع بعض. اوكي. فالف دا فويت. الكاس تايم حقها هنقصو. يعني الكيو قبل ما تطلع كانت اول ساوي كاس نص ثانية ده حين بوينت تو فايف. اه البوست كاس ديلي بفور فايرين. صار في شوية ديلي. بعد ال بعد ما تطلع. الريشيو زودوها ال بوينت ايت. هذا معناه يبوي لعب ميت شوية. حنشوف الريشيوز حقت ال حقت ال اي بي كلها زادت. ما زال حنشوفو ساپورت يا شباب بس حلمد حقه حيصير احسن مرة كثيرة. ولا تنسى يعني ملزهار رجعوه في القيم بعد ما كاس دي رجع في القيم. لانه ملزهار من الشامبينز اللي يعتبرو مرة هارد كاونتر لش اسمه. لكاس دي. الالتي غيروها حبتين صار في بي دامج. فاكرين يا شباب زمان كانت الدامج حقها كانت تسوي مرة دامج عالي. وغير انها تسوي استان. بعدين شالوا الدامج حقها نهائيا ده حين رجعوا الدامج. البيم دامج صار مية وخمسة وعشرين ميتان خمسين تلات مية وخمسة بعين زاعد واحد فاصل خمستاش. هذا معناه دامج مو طبيعي ممكن تكتل واحد. بس بالالتي يعني مع الالتي. النلزون دامج الشالو. طبعا فاكرين لما نسوي الالتي كايز تحته زي الدويرة كذا. الدويرة هذي كانت تسوي دامج بسيط اول. لحين خففوا الدامج حقها لانه سووا بيم دامج. اري. اه. كلنا عارفين اري ده حين مو بس في الميتا. احمن احسن الميتز في الميتا. حقها مرة عالي. الخمسة ستة شهر اللي فاتت هي. ما في احد كان يقدر يوقفها صراحتا. سووا لها نيرف بسيطة. نزلوا الريشيو حقها من فاصلة اربعة لفاصلة ثلاثة. الماكس ريشيو برضو نزلو. الحارم حقتها زودوا اللي هي الريشيو حقها لابيرتي. يعني يبوك تجيب على الحارم عشان تقرد تسوي دامج احسن. نقصوا الريشيو حقتها من ثلاثة ثلاثة. فهذه كل لها نيرف عشان اري ترجع حبتين. نقصوا البيتا البيس حقها ببداية مرة شوية ما هيثر عليها مرة كثير. كل ما تلفل هنصر خلو الايدلي حقها شوية ها ابطأ بس كل ما لفلت زيادة كل ما زادة للتاكس بيت كل ما يعني كل ما صارت مور ايش يسموها. حقها احسن. ما تغير الباسف حق الهيد شوت صار ما عاد يستق مع الهوريكين. طبعا ما كنا نشتري كاتلين وما كنا نلعب كاتلين عشان الباسف هذا بس في كل حالات الباسف هذا نيرف عليها هوريكين. يعني مو ما تقرد تاخد هوريكين نهائيا بس هوريكين ما عاد سار يعطيك اللي كان يعطيك هي اول. اول كانت تستك الهوريكين مرة تستك الهيد شوت حقتك الباسف مرة بسرعة عشان هوريكين دائما يطلق ثلاثة طلقات. حينما الثلاثة طلقات هذه تعتبر واحدة طلقة. اوكي فاحتمال كثير نشوف البلد الثاني كثير او نشوف والله الاي اي بلد يعني طبعا دائما نشوف على اي اي دي سي كنت لكم تبنوا البي اف. بعد ما تبنوا البي اف لازم تبنى زيل بعدين تكمل الانفينيتي اج ما تكمل الانفينيتي اج اللي حاله لان الباسف حق الانفينيتي اج اللي هو يزود الدامج كود ما زاد الكريت حقك. ما تستفيد منه ولا لما يكون عندك كريت عالي. اوكي فاحيانا كثيرا كنا نبني بي اف بعدين نكمل الهوريكين بعدين نرجع نكمل الاي اي. لحين في ثلاثة اربعة الحالات هتكون انك تكمل الاي اي كامل بعدين تروح تكمل. بعدين تروح بدل ما تاخد هركين ممكن تاخد رابد فاير كانو لستاتيك شيف. فاكرين قلنا رابد فاير كانو لستاتيك شيف يستكوا مع بعض لستاتيك شيف في اللي هو كل ما تمشي كل ما تعبي الكهرباء حقته. لما تعبي الكهرباء تطلقها لو اخذت رابد فاير تعبي الكهرباء عسرع 25% ولو تبتلعب برابد فاير برضو ممكن تستفيد بالوارلورد. يعني الوارلورد حقتك هتتعبي عسرع. في احتمال برضو مع التعديل هذي حيصير في حنشوف ممكن نشوف بلده مش الوارلورد بس ممكن نشوف بلده الفيرفر على كيتلين. وطبعا يصير بدل ما تلعبها بستاتيك شيف بدل ما تلعبها برابيد فاير كانون يصير تلعبها بفانتوم دانسر ممكن. سير فانتوم دانسر وستاتيك شيف مرة كويسين عليها بس مو ما حنشوفها برونان ما حنشوفها برونان إلا إذا كانت تحتاج سوي ويف كلير. إذا هي الشامبين الوحيدة اللي سوي ويف كلير في التيم أبني رونان لنرونان لسه مازال كويس. دكتور موندو أنا ماني فاهم هذا فاكر يا شباب هداك اللي قلت لكم عليه البرونز ولا السيلفر اللي موجود في ريوت اللي يتعامل معها في الباش. مرة افتكر شوغاث وبعدها افتكر فولي بير دحين افتكر موندو هدا يحبك الشاك يا عجل. حتاك دامج جروث ستات من 3-3.5 الدبل البروني دامج حقها دو دو بير سكن ما يفرق. الو حقتها كاست can now be buffered when placing words allowing listen to quickly place and hop to a word with high latency environment. هذا تعديل للناس اللي عندهم شوية المس عالي. حيخلي حياتك اسهل يعني. لحين تجد تحط ال word وتسوي ال W عليها بسرعة لو كان ال MS حقك اعلى شوية من الطبيعي. مرة عمل نفسك بلت ال W كان ممكن تسويها لنفسك بلت ال W و كانوها من يعرف لي. عندهم مشكلة فيها بيحاولوا يصلح. بس هيرجعوها. لوسيان الكيو حقا تسوى لها نيرف زودوا المانا كوست في الميد قيم لفل ثلاثة طبعا هدا مو موجه لل اي دي سي لوسيان هدا موجه للميد لوسيان لانه ميد لوسيان صار كتير لازم لازم عشان يقدر يجلس في الميد لحاله لازم ياخد لو لو ما يقدر ياخد لو حيت بحتل ما الفايت العارمر زاد بوينت تريد لبوينت فور مو كاي بيسولو بلانس مرة ثانية الكولداون ام تغير انظام وزودو الكولداون شوي لا ما تغير ثلاثين خمسة وعشرين عشرين سكن زادة وان سيكس اه سولو بف لفل ستة يعني شالو الدامج حقه مرة كتير اول فبحاولو رجو بعد النرفات اللي سولو اياها بس هلث اه قللو صار ما يروح تانك عشان داما نروح اي بيب ولو راح اي بيب يترقع على وجهه وهذي هذي هذي اللي احبها صراحة احيانا رايح تجي متأخرة بس تجي يعني بيتر ليت دان نيفر يقولك اوكي اه برسنت هلث فور بوينت فايف دي عشرة بوينت فايف لستة بوينت فايف لثلتاش ماكسمم هذي هذي اظن مادري باسيف هات ساب ماجيك مادري هذي ياه الهلث حقه ياه الهلث حقه السابلين حقه كل هالات ماهو ضروري السابلين الدامج حقه اثنين في المية تارجتو في ماكسمم هذي برموان هذي بتابيرت الباور خلوها واحد في المية سوو نرف للدامج حقه اليه بالذات كما تدخل في البوش السابلين موفمان سبيد زودوا الموفمان سبيد نقصوا الموفمان سبيد حق السابلين اللي جري وراك عشان تجيروا منه باستون موكايز بوتس يا رجل يا الله اذا انت شايل اذا انت لابس بوتس في موكاي السابلين يصير اسرع يا شبابه موست افغريد بوتس بمية خمس واتريم بوتس عالحسب السرعة حقتك تريد السرعة السابلين نقصوا الدامج حق السابلين برضو زى ما قلنا بوش سابلين ديوريشن اجلس في البوش تلاتين اربعين خمسين ستين سانية تلاتين زي اثنين ونصف ومية موكاي بونس هلث. بونس هلث يعني الهلث اللي جابه من الايتمز. يعني الوقت اللي يلسوه في البش يزيد لو كان عندك هلث زيادة من الايتمز. من ايتمز لما نشوف كلمة بونس هلث معناها مش الهلث حقك الهلث من الايتمز. آآ رينكتونز كل التعديلات اللي سوها في الباتشين اللي فاتت شالوها لانه ظاهر في شي خرب. آآ سايون الكولداون حق الدبلي وحقاته نقصوه من تلاتاشر لأحداش شيلد سكيلينج. الليو ستة لابلالة تمانية. سووا له بوف شوية في الطب. انا من يعرف. ما ظن حيفريك كتير. ما حيرجوا للميتا بس ممكن نشوفوا سبورت شوية احسن حبتين. وممكن برضو نشوفوا طب تان كيف هو الحبتين. السندرا الدبليو حقاتها الاريا اوف افكت. صارت ميتين خمسة وعشرين. نقصوه الرينج حقها. آآ ما حيفريك كتير. ياسوى الكيو حقاتها خلو خلوه ستاك ديوريش. بدل عشرة ثوانية ستة ثوانية. هاد ايش فرق? ما فرق ولا شي اللي هاي ايلو. يمكن فرق حبتين اللي لو ايلو. الناس اللي ما هم متعودين اللي يخلي التورنيد وشغال عنده طول الوقت ما يستفيد منه. ستة ثوانية يوضيح. ما اظنو حيفريك مرة كتير صلاحة. آآ زاك. كل ما نقص على ما يتحقه الصوت حقه يسير سوي سكويكي. زي الهيليوم يا شباب يا شباب اللي تضحط هيليوم يسمع صوت قيد كده. كل ما كبر كل ما صوت وجحش كل ما صور كل ما صوته قيد. الآن فاكن لما يسوي جمب في الدكرة تجي تحتك كانت بان قبل ما تسكع في الأرض في فاصلة 7-5 ده حين تانية كاملة يبي يحاولي وخلي الناس يشوفوها من بدل حبتي Stretching Strike Space Damage نقص الدامج حق الجمب لأنه صراحة بيسوي دامج مرضة بي زيان راكان واردينج فو Voice طب يا لين راكان فويس جديد على واردينج حقه مابل الأبسل سبتر غيروا اسمه بيابس الماسك وغيروا شكله البانشي فيل زودوا القولد حقه 3000 تبني متى قولد كومبين كوست بس زود الماجيك رسيس لستين مرة صار العيتم هذا إجباري مرة صار إجباري بلايدوف درون كينغ نقصوا اللايف سير حقه من 15-12% ومفاكرين رفعوها رجوع نزلوها مرة ثانية هذا معناها نيرف غير مباشر أو مباشر لكل الشامبيونز اللي يستخدموا الشغلة هذي نيرف للوسيا نيرف لإزريل نيرف لبين بيلد اللي تب سوي بيلد بالطريقة هذي نيرف لأش هذا نيرف مرة جامد صراحة على كل الشامبيونز اللي لابوا هذي أتليست في السستين لأنه أول كانت تغطي على أنه والله ما تحتاج تاخد وارلورد إمكان 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 ما يكفي الغاردين إيجل سووا غيروا شكلها سووا بديت للآيكون حقتها نينجا تابي سووا لها نيرف من 12% إلى 10% بونس بيسيك التك دامج ريداكشن لأنه صارت تقريباً بتمبني في كل جيم أي جيم في قدامك هذا لحين يبقى تبنيها وانت فعلاً محتاجها بس تخفيض حبتين شوية يبوا الناس يشتروا سكور بورد حق المينيونز لما تكتل ما تصار العدد حق المينيونز حقك يزيد كراود كنترول تكس ريموف فلوتين كومباك تكس فور كراود كنترول إفكتس سوز ريدندد نطلع فوقك كده كلمة تقول لك ستند ولا هذا شاء لوها مرة تانية البان فورمات هذا حينزلوا اللي هي العشرة نظن يا العشرة تشامبانز هنزلوها أول شي في نورمال درافت أونلي في انا عشان يجربوها بعداً هنزلوها على الباقي سيكوينشل سميولتينس البانز حتصير في نفس الوقت كلكم العشرة بدل ما واحد 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 كل الناس تسوي البانات في نفس الوقت ما تبان إلين ما الكل بانت خلاص بانز can be duplicated across teams غريبة نوبانز is now an option نوبانز is now an option ممكن تقول لما أبغى سوي بان interesting يعني لو ما اخترت بان تقول ما أبغى بان اوكي custom games now users split draft slate أنا مضروري lobby invite permissions invited players now invite privilege by default أول ما تسوي invite لواحد خلاص هو عنده invite برضو على طول rotating game mode حينزلو game mode حق بطاريخ اتنين ستة اتنين ستة يعني الوكند الجيح هنازل بالدوم بطس I don't care client updates تعديلات بسيطة dragon fistly sin dragon fistly sin تغيروا شكله بس حبتين loot interface section to the top of the loot برضو غيروا فيها شكل بسيط back fixes ما في شيء ضروري trend amir هذا الوحيد اللي أعلنوا عنه حينزل وبكده يا شباب خلصنا patch note 7.11 الله يعطيكم الصحة والعافية مشكورين ما قصرت وبكده يا شباب خلصنا point 7.11 نشوفكم على خير إن شاء الله في patch note القادم وإلى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة